شاهد قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 15 وقوموا تعلماتي تاسعا أرسم زاوية قائمة أوف قد نشأو زاوية قائمة أوف باستعمال الأنسخ قلنا لما عنداش الأنسخ قد نستعمله فقط ورقة ننشأو الرأس ثم الضلعين بعد ذلك قد نأخذ المسطرة ثم نأخذ المسطرة وهذا الضلع الأول وهذا الضلع الثاني ثم نستعمل الطي لرسم نصف الزاوية بعد ذلك أولا سنقص هذه الزاوية قد نقص الزاوية زاوية قائمة نقوم بقصها فهذه زاوية قائمة نطويها باش نحصلها للنصف الزاوية طوي على النص هذا النص ديالها ها هو النص ديالها هو ها نقليني شقوا هاد من نص هادا خط الطي هو النص ديال الزاوية ثم أرسم ربع الزاوية ا ا ا ا ا ا ف الربع يعني غا دين نشؤون نص ديال النص ها هو النص ديال النص هو الربع ها هو الربع ديال هادا ربع وهذا ربع دياله ثم السؤال دال إذن غدين نشؤوا الربع بلون مغاية فقلنا هذا ربع وهذا ربع كذلي ثم أقس بواسطة لمينقالة نصف الزاوية القائمة وربعها إذن باستعمال لمينقالة غدين نشوفوا القياس ديال النصف ديال الزاوية نصف الزاوية غد يجيش حالي لو كان الزاوية تسعين نصف دياله يا خمسة واربعين كما كان لحظه خمسة واربعين للنصف خمسة واربعون درجة والربع الربع ديال الزاوية ناخده فقط هذي الجزء هذا سيفر عشر عشرين إذن خمسة وعشرين فما وصلش خمسة وعشرين فعندنا عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين فيتجي اثنان وعشرون ونصف اثنين وعشرين وشوية اثنان وعشرون فاصلة خمسة درجة اثنان وعشرون ونصف الربع ديال الزاوية القائمة اثنين وعشرين ونصف والنص ديالها 45 درجة والنص 45 عاشرا أتحقق من أن الزاويتين A M B A M B هذه الزاوية و A N B A N B متقايسة علما أن M و N توجدان على نصف دائرة علما أن M و N توجدان على نصف دائرة إذا نتحقق هات الزاويتين قائمتين فنستعمل المنقلة لاحظوا أو نستعمل المزوات فهات الزاوية كتبا زاوية قائمة و هذه أيضا كتبا زاوية قائمة فهي زاوية قائمة فالزاويتين قائمتين و متقايستين فالزاويتين متقايستين وقياس كل منهما 90 درجة قياسة الزاوية 90 درجة إذن نكتب الزاوية يعني متقايستان قايستان ونديره A N B كتساوي A N B كتساوي A M B كتساوي 90 درجة A N B كتساوي A N B كتساوي 90 درجة التمرين 11 ودعموا تعلماتي لنعتبر الشكل التالي لاحظوا هذا الشكل هذا باستعمال المنقلة أقياس الزاوية A O C A O C نستعملوا المنقلة لقياس الزاوية A O C هذا الزاوية باستعمال المنقلة أقياس الزاوية A O B لنبدأوا بعدها بA O C الكخصان المنقلة أقياس الزاوية A O C نستعمال المنقلة أقياس الزاوية A O C أشراء عشرين ثلاثين أربعين نلاحظوا أربعين إذن ستة واربعين خمسة واربعين ستة واربعين ستة واربعون تقريباً إذن خمسة واربعين هيا خمسة واربعين درجة كتجي إذن نعود نتأكدهم زيان ننفى خمسة واربعين درجة هل أحسب رأس دي القلم كما قلني لك أن نغليط فأدي جي ستة واربعين خمسة واربعين ونص ثم قياس الزاوية A O B A O B هاد الزاوية ونصفر عشرة عشرين إحنا غاديين حتى كنوصلوا لنا نلاحظوا شحال نقدم زيال لما نقال نلاحظوا لدينا نقلنا هات الزاوية هادي A O B مركز لمنقلة فوق قرأة الزاوية تدريجة صفر منطبقة معدلة الزاوية ونمشي من صفر حتى المية وخمسة وثلاثين درجة إذن مئة وخمسة وثلاثون درجة ثم بدون استعمال المنقلة أحسب قياس زاوية A O B قبل ما نستعمل المنقلة قد نشوفوا القياس ديال A O B A O B فعندنا هات الزاوية هادي C O B زاوية مستقيمة يعني القياس ديالها مئة وثمانين درجة هادي نقصو منها خمسة واربعين درجة نقصو منها هات الزاوية هادي تبقى أنها هات الزاوية A O B لنساوي كم؟ مئة وثمانين ناقص خمسة واربعين مئة وخمسة وثلاثين درجة اللي هي الزاوية A O B قياسها مئة وخمسة وثلاثون درجة نمرو إلى التمرير رقم اتنا عشر جمزور لكاتر آنغل دي قوات غيلاتر سويفون ايجو كمبلت اذن غادي نحسبو القياس ديال الزاوية الاربع ديال هاد المضلع هاد ايجو كمبلت ثم غادي نكملو داللدين هاد المضلع الربعي A B C D غادي نقومو بقيس زاوية C D A C D A قبل ذلك سنمديد الضلعين نمديدوها الضلع هادا ثم ناخدو المين قلة ناحيضو ديال C D A ممكن بدو من الصفر مركز المين قلة فوق ضلع او مركز المين قلة فوق رأس الزاوية الضلع ديال الزاوية يطابق درجة الصفر وكن بدو الصفر عشرة عشرون تلاتون ثلاثون خمسة وثلاثين فقط ديستة وثلاثين درجة ستتون وثلاثون درجة 30 درجة ثم دي او بي دي او بي دي او بي هاد الزاوية دي او بي كن بدوم من الصفر احنا غادين اذا انا ايا خمسين خمسين من هاد الجيه دي ولكن احنا بدنا من الصفر واحدو صفر احنا غادين كن بدوش من هاد الجيه اذا صفر خمسين اشن فوق منه مية وثلاثين اذا كتجي نقدم زيان المنقلة فكتجي مية وثلاثين درجة اذا مئتون وثلاثون درجة ثم قياس زاوية او بي سي او بي سي يعني هاد الزاوية هادي مركز لمن قاله فوقها الزاوية تدريجة صفر منطبقة مع ذلك لزاوية كن بدوم نصفر نغادين اذا صفر عشراء عشرين ثلاثين او ربعين اذا احتى كن وصلوا تمانية وخمسين درجة ثم الزاوية بي سي دي بي سي دي يعني هاد الزاوية هاد مركز لمن قاله فوقها الزاوية تدريجة صفر منطبقة مع ذلك لزاوية كن بدوم نصفر احنا غادين اذا نصفر بشراء عشرين ثلاثين او ربعين احتى المية وثلاثين مية وخمسة وثلاثين اذا عندنا مية وخمسة وثلاثين تقريب من مية وثلاثين اذا مية وثلاثين درجة ثم هاد نجمعه سي ادي وبيان سي دي اه ستوثلاثين زائد دي اه بي مية وثلاثين زائد اه بي سي تمانية وخمسين زائد بي سي دي مية وثلاثين درجة يساوي ندر الجمع ناخد ورقة وندر عملية الجمع ستوثلاثين درجة زائد مية وثلاثين تمانية وخمسين مية وستوثلاثين ستة زائد ستة اتناع عشر زائد تمانية وخمسين ثمانية عشرون نعتقد حدود الجوج ثلاثة زائد ثلاثة 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 سعود ما رأي ستة عشر أحضاش زائد خمسة ستةاش وثلاثة ثلاثة 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 تمانية وستواثين درجة قونا المجموه دى القياسات اي مطبع ربعي لثلاثستين درجة تحقي الشوارة 360 درجة نتفعد لموتيج الن Cem تلك با سي ستونة درجة هات الزاوية ازدرقة ستين درجة. سانز اتوليزي لغاپورتر جو شرش لي مزور. اذا بلا ما نستعملون من قلة غادي نبحثو على هات القياسة. ديز انجل سويفان. سي ادي. نبدأ السؤال. س�� οι سأه دي. فعنجنا كل زاويتين متقابلتين برأس، فهم متقايستين. يعني هنا ستين هنا ستين كدلي. الممكن زاوية مستقيمة. وقياس زاوية المستقيمة 180 سيعنيت دراء 180 سيعنيت lenقصوا منها ستين. نقصوا منها هذه الزاوية هذه يعني ستين. 180 نقص استين Allez leur leader. مية وتمانين ناقي ستين كي يسوي مية وعشرين. فهات الزاوية الخضرة. سيء دي هي سيء دي مية وعشرين درجة. هنتم اللي حسبنا مية وعشرين زائل ستين مية وتمانين هي الزاوية ا ا ا صي زاوية مستقيمة. دي ا ا ا. دي ا ا. هات الزاوية قلنا ستين درجة ا ا بي ا ا بي هات الزاوية هذي زاوية الحمراء هذي يكون القيز دلها مية وعشرين كذلك زاويتين متقابلتين وعندهم رأس مشترك متقابلتين بالرأس مية وعشرين درجة وبهذا ننهي تمارين صفحة خمسة عشر نلتقي في الصفحة ستة عشر كما اذكركم بانه بيمكنكم متابعة الدروس اخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي يضاير امامكم في البلايس وبرجع الى اسفل الفيديو في صندوق الوصف لاللقاء